وصفة جبارة لإزالة كل الزيوت وكل الدهون الموجودة على الغاز بسواني السلام عليكم اليوم عنا فكرة كتير مهمة لازم نعملها كلياتنا قبل رمضان مش هالرمضان مفروض نفضل العبادة والصيام فكرمال هيك رح علمكم اليوم على وصفة كتير مهمة لا تنظيف الغاز بسواني ما رح نتكلف مش رح ندفع فلوسنا ولا اي شي خلطات طبيعية موجودة بالبيت احباقي بطريقة سهلة بسيطة جدا ولا اروع من هيك جبت الكربونة الكربونة الموجودة عنا بالبيت وجبت مصفية بهيدا الشكل متل ما شايفين وبيشار تنزلهم بهيدا الطريقة ما حطيتون مباشرة كرمال وزع كل الكربونة على كافة الغاز الكربونة كتير رخيصة سعره كتير رخيص بينما لو جبنا دواب خاخ خاص للغاز رح نحط فلوس كتير يعني قد الكربونة على عشر مرات فجيبوا الكربونة واستفيدوا منها بهيدا الفكرة البسيطة كتير متل ما شايفين رشينا على كل الغاز الكربونة بهيدا الشكل جبنا ليمونة حامد وباشرت بعملينة وعصرة بهيدا الطريقة بسرعة خبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو واذا اول مرة بتشوفوني وحبيتوا هيدا المحتوى وحبي نوصلكم كل جديدة نزلوا هلا لتحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعلوا الجرس واهم شي تكبسوا على كلمة الكل بهيدا الطريقة رح توصلكم مني كل الاشعارات وكل الفيديوهات المهمة هوني انا بعد ما تركتهم تقريبا شي عشر دقايه ارجعت جبت معجون الجلي او سائل الجلي رشي هيك على الخفيف شوي صغيرة وشوفوا هيدا التفاعل اللي عم بصير كل الدهن كل الزيت كل الاوساخ كل لاياتا عم تتفاعل كل لاياتا ببعض ورجعت جبت ماي عم تغلى ومتل ما شايفين بشرت بوضع الماء مباشرة على كل هيدا الدهون المستعصية يلي صارت تطلع مثل السحر هوني هيدا المنطا انا بقلي دايما عليها البطاطا بقلي السمك فكانت متل ما شايفين ملزقة كتير متل ما شفتوا شوية ماي كله صار يطلع رجعت جبت متل ما شايفين كيس البصل كيس البصل ناعم ما رح ينزع لنا ابدا الغاز منصير منعملن بهيدا الشكل بطريقة بسيطة بطريقة عمالنا المهل وكل الدهن وكل الاوساخ رح بتنشال بشي متل السحر احبيه هوني اصعب منطقة عندي متل ما قلتلكم لايكو كيف انشالت ولا ابسط ولا اسهل من هيك احبائي هلأ قوموا اعملوا هيدا التجربة لحتى تستفيدوا منها وتفضوا للعبادي بشهر رمضان المبارك واكيد بلسوا بتجهيز تفريزات كمان لشهر رمضان لحتى نفضة لحتى نكون مرتاحين كتير بصيامنا وكمان لحتى نفضل العبادة جبنا متل ما شايفين فوطة بهيدا الشكل وباشرت بشيالين كل الاوساخ اللي طلعت بفاعل الكربونة بفاعل ليمون الحامد والماء المغلية اللي تركتن انا فترة وشوفو هالنظافة الغير شكل كمان لازازي انا مسحتها كمان حطيت بالماء الصخنة وشوية صغيرة من ليمون الحامد وفركتها كمان عندي اللي اهم شيء عندي هون متل ما شايفين عملات الغاز او حدايد الغاز يلي بيكونوا مليانين دهونيات يلي بيكونوا بلزق تلزيق فما عليكم الا تحطوهم بالماء المغلية بيجات كبير كمان تجيبوا الكربونة وتحطوا الكربونة مباشرة واذا عندكم اسبرين للحبوب الاسبرين حطوا حبتين بالزيادة انا عندي هوني متل ما شايفين حطيت فوار حيالله نوعية فوار موجودة عندكم بالبيت عندي هايد النوعية خالصة مدتها ما كبيتها مرى ميتها خبيتها لحتى استفيد منها حطيتها بالماء واشتغلت شغلة بشيء متل السحر نقبع كل الدهن نقبع كل الوسخ شيء فوق الخيال احبائي ما تعزبت ابدا الموضوع كان كتير سهل ومسلل لقلي هلا هون رح اقلبهم للميل التاني لانه عند الجات منه كتير كبير مش سيع كان كل الحدائد من كل الميلات بنفس الطريقة عملتهم وهلا جبت كيس البصل بكل بساطة احبائي وبكل نوعومي اذا بدكن ما فرقتن ما تعزبت بس شوي صغيرة لقات الوسخ والدهن عم ينقبع منن بطريقة سهلة بطريقة ما بتخطر ببال حدا طريقة كتير سهلة انشال كل الوسخ شفتوا ما فرقتن ابدا شوي صغيرة جربوا الطريقة رح تضعوه لطريقة جدا رائعة ما تكلفت ما دفعت فلوس كل شيء موجود كان عندي بالبيت بهايدا الشكل بس اذا ما كان عندكم الفور يلي هو اه موجود تقريبا بكل اللوبيت بتحطوا اسبرين حبتين اسبرين رح تخلي كل الدهن يقبع مع الماء المغلية طريقة كتير بسيطة وشوية فرق بهيدا الشكل رح نكون كتير مرتاحين ومش رح نتعزب ابدا بنقدر نعمل هيدا الطريقة لو شهر بالمرة احباقي اهم شي ضل عنا الغاز متل الفل كتير نضيف غسلي سريعة متل ما شايفين وصاروا عندي عم يلمعوا كأنه نجداد متل ما شايفين ما شايفين ما شاء الله غير شكل جربوا الطريقة احباقي وهون عندي الغاز صار متل الفل ولا انضف من هيك احباقي بخلطة طبيعية اهم شي انه ما دفعنا فلوس ما دفعنا مصرياتنا ومجرب الطريقة هلأ اعملوها ورح تستفيدوا كتير 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 احباقي وعندي هون متل ما شايفين الازازة منورة عم تلمع لمع كمان هاي دي لازم نهتم فيها انفريكا فاركي كل يوم يومين كرميل ما يلزق فيها الزيت واسي لزق فيها الزيت لفترات طويلة صعب انه تتنظف فمرة على مرة احباقي كل شي بينضف معنا الغاز كتير مهم لحتى طبعا متل ما شايفين ينقل هوية ست البيت نضيفي او مش نضيفي فجربوا الطريقة هاي دي اللي عملت لكم اياها وسهل كتير رح علمكن هلأ على فكرة كتير مهمة مفروض انه ننظف احباقي فوق الغاز انا جبت هون متل ما شايفين ورقة الامينيوم هاعملها بهيدا الشكل في اوقات ستات البيوت ما بينتبهوا انه مفروض تتنظف فوق ازازة الغاز هلأ بقلكم كيف بقصد قطعت انا الامينيوم بهيدا الشكل هاي دي المنطقة هاي دي اكتر منطقة بيلزق فيها الزيت يعني احنا وقت نقله بيطلع البخار القليق وبينزل على هاي دي المنطقة الفوقانية هلأ قوموا جربوا حطوا ايدكن عليها من فوق حتلاقوها مليانة زيت مليانة دهم بتلزق اكتر الصبايا والسايدات ما بينتبهوا لهيدا المنطقة هاي دي منطقة مفروض ضلا دايما ننظيفة بعد التنظيف منحط ورق الامينيوم بهيدا شكل متل ما شايفين وساعتها حتضلا نظيفة متل الفل ومنشيلها كل فترة اه ومنرميها ومنرجع من مسحها تمسيها على الخفيف ومنرجع منحط عليها ورق الامينيوم هيك الغاز عنا بيدلوا نظيف انا هاي دي المنطقة ما بستخدمها قليل جدا ما اني اشتغل على المنطقة النصانية فارح اغطيها شو بدي فيها هيكي بحمل غاز كله متل ما شايفين وبس بدي اشتغل ووسخ الميلات التانية فهيدي ابسط طريقة احباقي متل ما شايفين ان شاء الله يا رب اليوم الفيديو يكون حلو وعجبتكن الفكرة جربوها لان كتير مهمة نصيحة جربوها قبل رمضان واستفيدوا وخلوا الباقي الوقت للعبادة وللصيام انا هلا احباقي بدي وضعكن مع تحياتي الى اللقاء باي باي